لا يوجد في اي فترة من فترات التاريخ المصري استهانة بالدماء كما يحدث الان وده راجع لانه احنا عندنا نصوص قرآنية ونصوص عرفية تم ازاحته على جانب لدينا نصوص قرآنية ولكم في القصاص حياة يقولي الالباب ولدينا نصوص عرفية ان من امن العقوبة اساء الادب واحنا عندنا زعيم دكر ملهم طلع قالك مفيس ظابط هيتحاسب التسريبات اللي جات من حدسة مدينتي ان الظابط اللي اسمه زياد حسام الدين لما راح ووصل النيابة وفاء وهو انت للأسف الشديد يعني نسأل الله ليه ولكم العافية انه في لحظة بيغيب عقلك فيها يسيطر عليك الشيطان سيطرة كاملة بتبقى لحظة بقى غطرست قوة لحظة ايا كانت ايا اللحظة فلما ذهبت هذه السكرة عن الظابط زياد حسام الدين وجاءت الفكرة فقال اعدموني لتسريبات من المحامي بتاع اسرة الدكتورة بسمه رحمة الله عليها انا ركبني الغرور ففي طائفة كبيرة طائفة كبيرة ان فرعون عالى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعفوا طائفة منهم ففي طائفة من الاستضاعف دولة بقوا يموتوا بلا تمن الطائفة بقى اللي هو قال ان فوقهم قاهرون طائفة العليا اللي فوق ان فرعون واستكبر هو جنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا اللي يرجعون الطائفة اللي فوق دي المستكبرة دي اللي فيها الغرور دي استمدت الغرور من جملة محدش هتحاسب ومهما اعمى عدوالك هيتحاسب و هتصابت زيادة دي حسام وحولنا لمحاكمة عاجلة احنا عندنا شواهد كثيرة من اول تسريبات ده الكامو تلاتين واحد اللي ماتوا بتاع حنكلم له القاضي اصلوا ابوه اللي هو في الجيش ده قاتل كامو تلاتين واحد يعني ما يجراش حاجة يعني فالحقيقة لو انت عادت تقرأ في تاريخ مصر حتى التاريخ الحديث احنا كررنا لكم كام مرة انه مسبحة الدين شواي اللي اتقلبت فيها الدنيا دي كانت على تلاتة بين ولا يعني تلاتة احكام اعدام ولا اربعة لم يحدث في تاريخ مصر مثل هذه الاستهانة بالارواح ولا حاجة ولا حاجة ولا لها تمن كلاب وكل واحد بقى وتقلوا فالمرة دي جات في حتة فيها تقل يعني المرة بتاقت حادثة مدينتي جات فيها تقل بسبب السوشيال ميديا وانه مستشعروا جميعا والاستاذ عمر قديب طلاق قالك انه مستشعروا جميعا حالة غضب موجهة للجيش تمام؟ من الناس العاديين بقى حتى مش المؤادلين سياسية مش اقولك الاخوان الكن الكلام ده ده بقى مايخ بقى بايخ واللي بيكرر الجمل دي زي ضيق رشان وغيره بقى ابوخ اخوان دي الكن على جنب انت بتتكلم في مؤسسات ده ولا تحطت في مواجهة شعب النهاردة او انبارح حصلت حادثة جديدة على هذا القطار في سيدي براني من عندنا النهاردة سيدي براني وسيدي سالم سبحان الله انا بقول لكم يعني الواحد رجع بقى الحقيقة يعني اين بيتمنى طيلة الاجازات انها تطول لانك ترجع لكل هذا الكئاب من سيدي براني هننتقل الى سيدي سالم في كفر الشيخ مستشفى بالعناء المركزة حرق الدلعينين فسيدي براني شاب صغير في السن 35 سنة متزوج ولديه اسرة ويعول واقف قدام المحل بتاعه يعني مش جاي في الشارع عنده معرض عربيات اسمه ايه عشان انا نسيت اسمه اسمه فرحات المحفوظي اه ده صورته قدامك اه وعنده صورة شهيرة جدا اللي هو نازم عربياته النهاردة دي الصورة القشرة يمكن دي الصورة قديمة شوية انتهي للصورة دي قديمة يا جماعة ايوا الصورة دي ممكن عنده صورة اوه عنده معرض سيارات هو ده هو ده ايوا دي الصورة اللي اللي النهاردة منتشرة في كل مكان ده فرحات المحفوظي محفوظي من احدى قبائل المحافظ دي قبائل من مطروح تنتسب الى قبائل اولاد علي واحدة من كبرى القبائل العربية مش القبائل المصرية واحدة من كبرى القبائل العربية وانت بتتعامل هناك في مطروح او في سيناء او في الحدد دي المفترض يبقى عندك شوية عقل لانك بتتعامل مع ناس ليهم طبيعة خاصة عندهم عصبية قبالية وعندهم سلاح لكن لان غروره القوة ركب كل حاتم ومقى متأكد كل حاتم ان مفيش حاتم بيت حاكم فاذا بالظابط يقول له وقف يقول له لايك انت تقتلمني كدة ليه كل ما من هنا كل ما من هنا الظبط ايه انا هوني يا صويد انت هترد علي ها ها انت هترد علي طلعت طبانجة بتاعته الميري اللي واخذها من فلوسنا مش شريعه من وأبوه يعني ولا حاجه طبانجة الميرى دي اللي واخذها من فلوس الضرائب المصرية والرصاص ده واخده من الفلوس الضرائب المصرية مش جاي من ورثة ابوهم يعني وطلع الطبنجة وضرب فرحات ثلاث رصاصات ارضاه قتيلا في الحاج بس زي ما قولتلكوا قصو دولا مش بتقول سلميتنا اقوى من رصاص اللي هم بتقول عليهم ارهابيين دول دولا بيجي بتاع سلميتنا اقوى من رصاص دي قبيلة قبيلة كبيرة المحافيز من ضمن داخلها في نطاق قبيلة اكبر هي قبيلة اولاد علي وانتو عارفين العصبيات القبلية كل اللي في الصعيد وفي الحتة دي عارف يعني هي عصبيات قبلية انت بتقول ده ابن عمي وهو يعني عمرك ما شفته بس عشان اسمك مشترك مع اسمي طلعوا الناس راحوا على اسم الشرطة وقطعوا الطريق الدائري وكسروا او حرق اسم الشرطة او اعتدوا والدنيا والعد دي قدامكم صور او فيديوهات ليه بعد اللي حصل يعني ده مش لحظات دي اللحظات اللي هديت مش اللحظات اللي فيها نوع من انواع التوتر الاحداث دي اللحظات اللي هديت ده الجيش لما جيه ووضع الجيش هنا فيه لطف فيه حاجة لطيفة الجيش طبعا تدخل وخد الزابط اللي قتل ووديه واحدة عسكرية عشان يحميه يعني ونزل عشان يحمي هو الاسم ويحاول التهدئة ما هو هنا مش هيعمل زي ايه زي ربعة والنهضة ما ينفعش لان دولة زي ما نطلقوا عصبية قبلية ومعهم سلاح وقبيلة لها اهمية جدا على الحدود فلازم تتفاوض معهم مدير الامن زي ما هنشوف دلوقتي في التسريبات حتى او في المعلومات اللي نشرها مدى مصر ان مدير الامن هو قيادات الجيش كلموا العيلة في عيلة المدني عليها الله يرحمه بعد عمليات الدفن والدفن على طوله الجنازة وتعملت له مفيش بقى الكلام اللي بيتعامل مع المساكين اللي ملهمش حد دول مقديم طبعا مشاهد للإحراق وقاطع الطريق الدائري وبتاعها الجماعة اللي بيتقتلوا في بلادنا وفي الحتة دي ما لهمش تمن زي محمود توفيق مثلا يدفن ويبقى زي ال انا اسف والله رب رحمة الله عليه نسأل الله ان ينزله منازل الشهداء يدفن زي الكلب معاها واحد او اتنين من عيلته لكن في الحتة دي ما تغزرش ما تغزرش فيتم التعامل مع المصريين ليس كلا ده اللي يقدر يبحلق فينا واللي يقدر نشخط فيه دي الطريقة بتتعامل فكلموا مدير الامن والقيادات كلموا العائلة عشان نساوي الموضوع وانتوا كمان فيه ضربتوا ناس من الشرطة فيه طبعا واضح انه فيه بعض افراد الشرطة تعرضوا للضرب ويقال حتى الان لم تتأكد الرواية انه فيه امين شرطة لقيا مصرعه نتيجة عمليه الدهس وده حاجة عجيبة جدا لقطتين مهمين جدا حاجة عجيبة جدا حتى الان وزارة الداخلية عامنا من بانها طبعا بعد الحلقة دي بعد اللي احنا بقوله دوقتي هيطلعوا بقاءه واضح انتوا عارفين يعني بعد اللي احنا بقوله دوقتي هيكتبوا البيان دلوقتي احنا بنتكلم اللي هو ايه من بانها يا ابني طب هو مش لازم نطلع احنا في القناة الشرط مع الدنيا كلها بتتكلموا الصبح والمواقع عاملة تونشور والسوشيال ميديا نفس القصة بتاعت مد مدينتي تلت ايام على ما المتحدث العسكري طلع قال السلام عليكم عاملين النهاردة حادثة ابن مبارح واحد اتقتل وقال ان امين شرطة مات واسم بيولع وطريق موقوف وشش ليه بقى ما تعرفش هذه الايدة المرتبكة اللي في مصر اللي تخلي المتحدث العسكري يقعد تلت ايام ما يتكلمش في حادثة مدينتي ووزارة الداخلية تعجوا مين ما تقولش حاجة ده الايد دي مرتبكة مش عالف يقول ايه وخاصة في حتة هنا اللي هي شماتة الاعداء مش احنا والله مش احنا احنا في كل الاحوال الاعداء بالنسبة لهم مش احنا الشماتة بينهم وبعضيهم لو انت رجعت بالذاكرة يا مؤمن اسبوع اللي فات كده اول ما حصلت حادثة مدينتي وبدأت السوشيال ميديا تتكلم راحت وزارة الداخلية مطلعة بهنا على طول قالت لك ايه ليس ليس ضابط شرطة لخصوا كده انه الحادثة اللي حصلت اللي قام بيها ليس وعملوا هاشتاج اسمه ليس ضابط شرطة مش انا يا ديه ده اللي عملا زابط جيشة بيه احنا مبنعملش كده الشرطة ايه بتغسل ايديها قوم الايام تلف قال لي من اسبوع طبعا ايه حركة ندالة بينهم من بعضهم يعني انت بتبعني انت بتبعني يا ابو نسمى قال له انا ببيع نسمى نفسها ده مش ضابط شرطة بيمناش دعوة ما احنا متلبسناش الحاجات دي عشان الناس لما تغضب هتشعين احنا اضطير على فكرة كثير من ضباط الشرطة وفيهم ناس والله محترمة ولاد ناس والله فيهم ناس كتيرة محترمة ولاد ناس عارفين انه لو الناس قامت هيشيلوا الطيم فالشرطة وزارة الدخلية رحت بيعا لهم ايه قضية ضابط الشرطة ده قوم الجيش النهاردة بقولهم شوف بقى شوف بقى قلة الاصل انا اللي بعلم عليك اهو انا اللي حميلك الزابط الله علم بقى حميه ولا حبسه في القاعدة العسكرية انا اللي حميه وانا اللي حميهت الاسم بتاعك وانا لو شلت ايدي انت عارف هيعملوا فيك ايه قابلة اولاد علي فكيدا فيه رسالة بتتبقيت بينهم بين بعضهم مناش دعوة احنا ده صراع الاسياد خلينا احنا في العبيد الذين يراق دماءهم ببلاش هل رأيت في تاريخ مصر هذا الكم من ازهق من ازهق الارواح المتيسر اللي اسهل من شرب الماء شوفت كده في حياتك شوفت كده ان احنا عندنا في اسبوع واحد ثلاث حادث حادثة مدينتي اسره بحالها ثم المعتقل المحمود توفيق رحمه الله عليه ماخدش في ايدهم غلوه ثم النهاردة فرحات المحفيزي من مرسى مطروح في اسبوع ده اقول لك حوادث فرضيه قصد دي حوادث فرضيه ده حوادث فرضيه ده حوادث فرضيه البيعاد يكبروا فيها احنا لسه تكلمنا على الاشارات والانذارات انت عندك هنا المؤسستين اللي بتفتخر بيهم ليل النهار الجيش والشرطة ايد واحدة في اسبوع كل واحد قتل مواطنا دون اي شيء دون اي مشكلة ودون ان يرمش له جفن ودون ان يحسب لها اي عواقب ليه؟ عنده جرين كارد من الغلزعين محدش هتحاسب يا عم وما تخافش يا انا املك القصة دي عملناها نتمر عملناها مع اعلامي مش قلتلكوا تامير قميل لما طلع الشتم الصعيدة بتاع وقال لك والدنيا ولعت والترند وبتاع الكن على جنب كده شهرين يا عم تامير وهه رجع عكو رجع الدنيا ولعت على الطيار بتاع اويسنا يا عم حاضر واحنا المتحدث العسكري والنيابة العسكرية تباشر التحقيق مباراة يا باشا قضيء واحضر قضيء واحضر هم بيعتمدوا كليا على ذلك كليا ان المصريين لديهم لحظة ذروة الغضب عد انت ذروة الغضب دي بتلاتيان النهاردة ايه؟ النهاردة الاربع بكرا يا باشا عبدالله مطشي الاهل والزمالك وهنحفل بقى ونطلع نقول القضية والممر وامام عشور ومصريين دولا شعب الوز والله فسيبهم يهروا النهاردة في موضوع فرحات ده وهلم الجماعة اهلهم تخيل ابضوا على الناس من اهلهم برضو اه ابضوا على الناس من اهلهم بتهمت ان هم تجمهروا وضربوا حد من الشرطة يعني فبيتعاملوا بالمنطق ده عد الزروة زروة تحدثت مدينتي اه الدنيا كانت مولعة ماشية وحولنا للمحاكمة العاجلة ما تيجي محاكمة العاجلة دي بقى نطلع حكم يعني حد هيدور ورانا لو طلعنا حكمه باعدمه مثلا وده مش هيحصل يعني هنطلع حد يدور وراحنا باعدمه يا سيدي وبالنسبة للظابط ده يعني ما نعرفش اسمه حتى الان يعني كل هذه التسريبات لم يعلن اسم الزبط زي بالظبط الزبط اللي ايه اللي قاتل عويس الراوي وحتى هذه اللحظة لا يعرف اسمه عشان كيف اقول لكم في العشر سنوات العاشرية السوداء دي عد بعيد عن جماعة الاخوة الارهابيين اللي كانوا يدخلوا الشؤة ويصفيهم مجدي عبدالغفار ازبى الوزير الداخلية في تاريخ مصر اللي اخترع فكرة التصفية ده عد مش هقولك اللي اتصفوا في الشؤة واللي اتصفوا من المحسوبين على جماعة الاخوة لهم الله احسب اللي بره جماعة الاخوة وشوف النسبة لعشرية السوداء كيف تم الاستهانه بدماء العشان كده بقول لكم النظام ده اللي بيقول لها النظام وزبانيته بيحاربوا عشان يبقى هذا النظام لن يحلم لن يحلم الزبانية بوضع افضل منهم ما فيه ده انهب اقتل اسرق ما بتتحسيبش اهم حاجة حافظ على كرسي العرش واعمل اللي انت عايزه اقتل اغتصب انهب فلوس خد بلد بلدة كباشا لقانون والدستور ده عن ضم وقادها فاللاسف الشديد زي ما قلت لكم كده هتعمى هتمر النهاردة وبكرة زي دلوقتي كده بيش عادل في مطشا يكون في مطشا والاهل الزمالك تقريبا هيكون في وقت الحلقة بكرة فانا عارف ان يعني الناس معظمها مش هتتفرج اللي ملهمش في الكرة بس هم اللي يبقوا معاني وما دخلت واتلاقي كل السوشيال ميديا بتحفل اهل زمالك ومرتدا منصر وامام عشور وكل سنة وانتو طيبين وذهب فرحات محفوظ الى خالقه